قدم وزير الشباب ورياضة أشرف صبحي عرضا حول نتائج استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين أوضح وزير الشباب ورياضة خلال اجتماع مجلس الوزراء أن المؤتمر عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة أكثر من ألفين كشاف من 176 دولة ونوه الوزير إلى أن عقاد المؤتمر في مصر يعد دليلا على إيمان الدولة المصرية بدور الحركة الكشفية في بناء الإنسان ويعقص أيضا للتزام بتفعيل دور الشباب في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وأضف أن فوز مصر بعضوية اللجنة الكشفية العالمية للمرة الأولى في تاريخها هو استمرار لدعم الرئيس السيسي والحكومة للمنظومة الرياضية والشبابية اشتركوا في القناة